موسيقى إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن قرة عيوننا وربيع قلوبنا حبيبنا محمد عبده ورسوله أحبتي في الله إن من أعظم ما يفعله العبد في رمضان في نهار رمضان وفي ليل رمضان قراءة القرآن وذكر الله عز وجل فإنها عبادة عظيمة فالقرآن وأيها الأحباب الكرام سمي شهر رمضان شهر القرآن لأن الصحابة والتابعين وتابعهم وكل الناس يكسرون من قراءة القرآن في شهر رمضان المبارك على ما سواه من الأشهر ورب العزة تبارك وتعالى قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحة أن لهم أجرا كبيرا أحبتي في الله يقول صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة الشفيع لأصحابه ويقول صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح اقرأوا القرآن وخص صلى الله عليه وسلم على سور من القرآن الكريم فقال أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في كل ليلة فشق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال وأينا يفعل ذلك وقال بل اقرأ قل هو الله أحد فإنها تعدي لثلث القرآن فإذا قرأت قل هو الله أحد ثلاث مرات فكأنما قرأت القرآن كاملا أحبتي في الله والنبي صلى الله عليه وسلم مثلما حث على قراءة القرآن حث صلى الله عليه وسلم على الاستماع إليه فكان صلى الله عليه وسلم يحب سماع القرآن من غيره فنادى على ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه فقال اقرأ علي القرآن فقال ابن مسعود يا رسول الله وأقرأه وعليك أنزل فقال صلى الله عليه وسلم نعم فإني أحب أن أسمعه من غيري فقرأ ابن مسعود يقول فتلوت على النبي صلى الله عليه وسلم من سورة النساء حتى وصلت إلى قول الله عز وجل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يقول صلى الله عليه وسلم فقال لي صلى الله عليه وسلم حسبك يقول فرفعت بصر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يبكي من تلاوة القرآن وكذلك خرج صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه في المدينة المنورة على ساكنها أفضل صلاة والسلام فمروا بدار أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه فكان أبو موسى يقرأ القرآن فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يستمع لقراءة أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه حتى أتم التلاوة وقابله في صلاة العداد فقال له يا أبا موسى لقد مررت بدارك وسمعتك تقرأ القرآن فقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ورضاه والله يا رسول الله لو كنت أعلم أنك كنت تستمع لتلاوتي لحبرته لك تحبيرا أي لقرأت أفضل مما كنت أقرأ يقول سيد بن حضير رضي الله عنه ورضاه كنت أقرأ القرآن في أرض الفلات وكان بجنبي فرسي وولدي يحيى نائم بقربها يقول فتلوت القرآن فجالت الفرس فسكت فسكنت ثم قرأت القرآن فجالت الفرس ثم سكت فسكنت ثم قرأت فجالت فسكت خفت على ولدي يحيى أن تطأه الفرس يقول فرفعت بصري فإذا مثل الظلة فيها أشباه المصابيح ترتفع إلى السماء فقابلت النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بذلك فقال اقرأ ابن حضير اقرأ ابن حضير فقلت يا رسول الله خفت على ولدي يحيى فقال يا أسيد تلك الملائكة دنت لسماع تلاوتك للقرآن ولو أنك بقيت تقرأ القرآن لأصبح الناس ينظرون إذا ينظرون إليها لا تتوارى عنهم والنبي صلى الله عليه وسلم بأقبر بأنه ما جلس قوم مجلسا في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا حفتهم ملائكة وغشيرتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله عز وجل في من عنده ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه عثمان بن عفان خيركم من تعلم القرآن وعلمه إذن أحبتي في الله لنستغل هذا الشهر المبارك بقراءة القرآن وأحث أكثر ما أحث أحث النساء التي يقضين أوقات كبيرة في إعداد طعام الإفطار وينسينا أن يقرأنا من كتاب الله عز وجل ما قدر الله عز وجل لهن أحثهن مثل ما هن حريصات على أن يكون الفطور شهيا وفيه أنواع كثيرة عليهن كذلك أن يكون قدر المسؤولية بأن يضعنا جدولا وأن يضعنا حيزا أو مكانا لقراءة القرآن الكريم وتدبره وتدبر معانيه فالأمر ليس للرجال فحسب وإنما للرجال والنساء والشباب وكل اقرأوا القرآن اقرأوا القرآن فإن خير ما تفعله في رمضان في نهر رمضان وفي ليل رمضان قراءة القرآن أحبتي في الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اشتركوا في القناة